وسام هنكمل كلامنا معاكم من خلال الدكة الدكة دي دكة النادي الأهلي ما فيش لعيف في العالم بيحب يقعد على الدكة تضبوط نظبوط احنا ممكن دلوقتي قاعدين ومبسوطين وكل حاجة ولكن لما نيجي نلعب ماتش مش هتبقى حابة بنتي تقعد على الدكة لا هلأ احنا مرتاحين دلوقتي احنا لابسين كاجول ومستريعين لا بس لما ألبس طاقم ناقم ايش اسمه لبس نادي الأهلي لبس التمرين ماتش هون ما في كلام تحب يشتعد هن لا سحلي بالك زمايلك عندك زمايل وعندك منافسة قوية عندك لعيب زي مودست اسم كبير في أوروبا وجي النادي الأهلي اعتقد منافسة كبيرة جدا ديك انا بفكر شيء كهربة عارف كهربة انت طبعا والأهداف اللي بيجيبك كهربة خلال الفترة الأخيرة لا انا عندي ريسبيكت لكل عيب الفريق مية بالمية اللي بندرب أحسن شيء واللي بلعب أحسن شيء هو اللي بلعب هو اللي بيبدأ الماتش يعني فأنا جاي هون أعمل منيح أرجي حالي أرجي عالم فلسطين أو يعني أساعد نادي الأهلي ونادي الأهلي اللي هيساعدوني أنا في ماتشات يمكن أعود عندكي فإحنا منلعب ماتشات كتير جدا جدا وإذا أنا يعني بلعب ماتشات وما بأرجي حالي وما بساعد الفريق لازم أعود عندك هي هيك الفطبول ما في شيء بيجي يعني أنه عشان اسم أو عشان أي شيء بدك تلعب لا الواحد لازم يلعب إذا بتدرب منيح وبلعب منيح هي هي هيك الفطبول فيه مودسك الععيب وفيه كهرباء الععيب وصلاح كمان بدري صلاح محسن صلاح محسن فهو أنا عارف شو عم بسير وأنا همشي أرجي المدرب أنه أنا لازم ألعب وإذا ما بلعبني راح أتدرب أحسن وأحسن ولما يعطيني الفرصة راح أرجي حالي مية بالمية يعني هو هيك الفطبول هيك الحياة بكل شيء فإن شاء الله أقد فرصتي وأرجي أنه أنا لازم ألعب ونخد ماتش على ماتش وتدريب على تدريب الكهرباء هو واحد من الهدفين الفريق يعني إذا لم يكن هو الهدف فهو واحد من الهدفين فريق نادي الأهلي لما جدت بتتفرج على الماتشات وشفت الكهرباء بيحرز أهداف ومودست في المباراة الأخيرة في السوبر أحرز أهداف هل حسيت أن المنافسح صلاح محسن طبعاً هل حسيت أن المنافسح تبقى قوية؟ أنا مغير مغيرت أفكاري على آخر أولا شيء أنا بسعك بنفسي وكل عايب أنا هذا إن شاء الله أقدر أرجي هذا الشيء بنادي الأهلي وإذا راح تزين الفرصة يمكن تحرق فرصة بس فرصة اللي بعدها إن شاء الله من قولها يعني إنه هو هيك الفطبول هي هيك الحياة فيه بتطلع لفوق وتنزلها تحت مرة فإن شاء الله أنا أجول كمان وبندي كهرباء يجول وبندي مودست يجول وما إحنا بدنا فريل كل أنا أكثر طبعاً بدنا فريل أهلي يربع هي أهم أهم شيء إذا أنا اللي بيجول ولا كهرباء اللي بيجول هي شيء تاني طبعاً ما رح أحكيك صراحة إذا أنا بعود على الديك وهجوم تاني عم بتجول كتير وأنا ما رح ألعب طبعاً بتسير بقلبك أنا أحضر ياريت أنا نفيش لعيف العالم بيبقى غير كده طبعاً بس أهم شيء أنا لما تجين الفرصة أرجح علي وإن شاء الله بإذن الله منشوف شو بصير هو هيك الفطبول وأنا أهم شيء هلأ إنه أرجي من وسام لإلك وللعالم كله ولنادي الأهلي ونرفع رأسنا رأس أهلنا رأس فلسطين وأهم شيء رأسي أنا